موسيقى أسقطت هجمات إلكترونية ملايين مواقع الإنترنت حول العالم بعد أن استهدفت أجهزة السورفر الخاصة بشركة تستضيف أحد أنظمة الأسماء العالمية التي تشكل قلب الشبكة الدولية هجمات نجحت في إسقاط مواقع كبرى مثل التويتر وأثبتت قدرة بعض القراصنة على شل جزء كبير من الشبكة العالمية لم يستطع مستخدموا الإنترنت حول العالم الدخول إلى مواقعهم الإلكترونية لساعات وبعد أن أميط للثام عن مجريات ما حدث وجد العالم نفسه أمام هجوم إلكتروني جديد من الصحل الشرقي الأمريكي وإلى باقي دول العالم توسع القراصنة في تواخلهم ويعتمد الهجوم الإلكتروني على استهداف دياناس التي تعتبر البنية التحتية وأهم فقرة في منظومة الإنترنت إذ تعمل على ترجمة عنوان الموقع إلى عنوان آي بي شركة دين للإنترنت كانت إحدى أبرز الشركات التي استهدفت في الهجمات ورغم مواجهة الشركة للمشاكل التي نجمت عن الهجوم الأول كان لها بعد نحو ساعتين موعد مع الموجة الثانية للهجوم والذي دام ساعات أطول وأحدث المزيد من الأحطال وبعد أن خارت قوى الشركات وهي تحارب الموجة الثانية من الهجمات الإلكترونية لم يكن أمامها سوى الاستسلام أمام الموجة الثالثة التي انطلقت من مواقع مختلفة في العالم مما زاد من صعوبة محاربتها وبسبب تقطع الهجمات لم تستطع الشركات تحديد الضرر الذي لحق بهم إذ لم يقتصر الأذى على مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك بل طال الشبكة الإعلامية CNN وصحيفة نيويورك تايمز وبيبل وصحيفة وولد سريت جورنال وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي FBI أكد فتح تحقيق في الواقع فحتى الآن لم تعرف هوية المسؤول عن الهجمات ولا دوافعها لكن تكرر الهجمات على المواقع الإلكترونية صلطت ضوء على ضعف الشبكات الإلكترونية التي تتسع بشكل دائم حتى أصبحت منصات سياسية جديدة تتغلب على الرقابة الدولية ومعنا من واشنطن الخبير في أمن المعلومات ديالشاد عثمان أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية يعني بعد الخروقات المحدودة هجوم واسع وخسائر ربما تقدر بالملايين استهداف هذه الشبكات العملاقة يطرح السؤال الأبرز وهي قدرات النظام العالمي هل هو هج إلى هذا الحد؟ مساء الخير اليوم الهجمات طبعا كان عم بقرأ اليوم الصباح عن آخر التحليلات عن الهجمات هاي الهجمات ولأول مرة بتكون قائمة على شيء نحن بنسمي الانترونيت أوف فينكس الانترونيت أوف فينكس هي عبارة عن الأجهزة أجهزتنا الخاصة فينا اللي هي تليفوناتنا، سياراتنا أي جهاز بالبيت مربوط بالانترونيت 24 ساعة هاي الأجهزة ممكن استغلالها ويتم تحويلها لعناصر خبيثة بتساهم بهذا الهجوم الهجوم اللي تم مبارح على الـ DNS system تم عن طريق استغلال ملايين الأجهزة حول العالم المصابة ببرمجيات خبيثة وتحويلها إلى منصات لانطلاق الهجوم على الـ DNS تبع شركة دام هذا لا يعني أننا لدينا منصات هشية أو إلى آخرية هذا يعني أن شبكة الانترونيت منتشرة بشكل كبير صار في كثير من الناس عند وصول الانترونيت صار في سرعات جدا هائلة ولكن يمكن بحاجة لإعادة التفكير بهندسة الحماية بشكل عام للـ structure أو للتخطيط الموجود الحالي نرشد، ولكن هذا العالم الافتراضي اليوم مهدد بشكل كبير عندما يتم استهداف مواقع عملاقة كتويتر أيضا ربما صحف وأراء سياسية أيضا قد يصل إلى النظام المالي ونتابع الخروقات بالملايين وربما أيضا الاختلاسات التي تحصل طبعا على فكرة الهجوم على الأنظمة المالية هي الأطخم بالعالم اليوم هذا الشيء صح موجود مية بالمية عندك اختراقات سياسية الاختراق الذي حصل مؤخرا للحزب الديمقراطي الذي ساهم بتغيير بالتأثير على الانتخابات الأمريكية هجمات الانترنت كمفهوم هندسي هي نفسها ولكن اليوم نحن نشوف هجمات زكية متطورة أكثر وعم تستهدف قطاعات معينة بشكل محدد طبعا رح نشوف أشكال جديدة من الهجوم لكون هذه الشبكة عم تنتشر بشكل أكبر وعم يكون في سعة هائلة لأنه يتم هجمات بهذه الضخامة هل يمكن تغيير نظام الحماية العالمي مع هذا الغموض الذي يرافق كل هذه الهجمات والجهة التي تقف وراءها؟ طبعا أنا سمعت بالتقرير اللي أنتوا عرضتوا أنه كان فيه هجمات متقطعة هذا الشي صح ولكن هي بمعنى آخر أنه الهجمة الأولى تمت الشركة كانت قادرة على أنه تطور أساليب للحماية لمنع هذه الهجمة المهاجم بحد ذاته تطور أسلوب الهجوم تبعه ورجع مرة تانية عمل الهجمة رجعت الشركة تطورت أسلوب حماية بالإنجليزي بنقل هي لعبة القط والفقر دائما أنظمة الحماية تطور دائما عم تمشي لأدام نفس الوقت دائما الحاكرس أو المهاجمين عم يطوروا أساليب الهجوم تبعهم هذا الشي رح يظل مستمر رح يظل موجود ما طول نحن متصلين بالشبكة الدولية ولكن ربما تطوير هذه الشبكات يأتي بعد تكبد الخسائر وبعد حصول الهجمات هل يمكن نشهد ربما سقوط لهذا العالم الافتراضي على الانترنت في لحظة ما مع هجوم واسع قد يضرب ربما معظم المواقع وكما أشارت عمليات الاختلاص والسرقة التي تصل إلى حدها الأقصى هذا الشي صح 100% في دائما مشكلة موجودة عندنا كاختصاصية من معلومات أن أي إدارة لأي منظمة أو شركة تحاول قدر المستطاع أن تتقشف ماليا على تطوير أنظمة الحماية الخاصة فيها هذه الهجمات تبين أن هذه القرارات خاطئة طبعا باللحظة التي سيكون في وعي وإتمام من قبل قيادات الشركات وإدارات الشركات قيادات الدولية السياسية وعلى الأشخاص أصحاب القرار لما يكن في وعي كامل لحجم الضرر اللي ممكن تسببوا هذه الهجمات وأتأكيد سنلاقي تطور كويس بالقطاع من المعلومات معلومة صغيرة اليوم حاجة الشبكة الدولية لحماية اليوم تغطى فقط في 10% هذا رقم كثير صغير بحاجة لأنه نغير هذا الشيء عند صنع القرار فأنا شايف أنه ممكن يكون هاي النوع من الهجمات تغير نوعا ما وممكن يكون في مستقبل أفضل ننتجح القمم سابقا في تحديد حجم المخاطر اليوم هذه التهديدات تتهدد حكومات تتهدد أنظمة وتهدد النظام المالي العالمي هل هناك ربما تحديد في المستقبل لقائمة هذه المخاطر وربما قد تكون غير محدودة المخاطر غير محدودة يعني أنا بحب ذكرك مثلا بهجمات كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية ومحاولة اختراق المفاعلات النووية والتي تسببت بأنه قامت باختراق وصول إلى أجزاء مهمة من هذه المعامل اليوم السايبر اتاكس أو اختراقات الانترنيت فعلا ممكن تصل لأمور أخطر من نحن نتوقع بحب ذكرك طبعا أيضا ما حصل بين واشنطر وموسكو هذا استجال الواشع والاتهامات الأمريكية أيضا لهاكرز وليقراسينا روس طبعا بالعام 2013 الجيش السوري الإلكتروني اخترق التويتر للأسوشياتي بريس ونشر تويتر واحدة عن أنه في قنبلة بالبيت الأبيض هذا شي سبب خسائر بالملايين بالبورصة الأمريكية الاختراقات اليوم تتطور تاخد شكل جدا محدد له تأثير جدا سلبي وهذا الموضوع مستمر طبعا نعم يعني هيك سؤال ربما بسيط ولكن ماذا يريد القراسينة ما هي الأهداف هل هو إرهاب من نوع آخر هل هي ربما كما أشرنا حرب افتراضية على عالم افتراضي نعيش ونتصل به يوميا وعلى مدار الساعة بالدرجة الأولى إذا بدي أرتبها أنا بالدرجة الأولى هي حرب مالية اثنين حرب سياسية ثلاثة إرهاب أربع اختراق خصوصية المستخدمين وإلى آخره القائمة تطول السايبر سبيس هو مساحة جدا كبيرة وفي مكان لأي نوع من هذه العمليات نعم كخبير وأنتم الذين تديرون هذا العالم الافتراضي هل تطلبون ربما دور أوسع للحكومات أو ربما هذه الحكومات أيضا قد تكون شريكة بطريقة أو بأخرى بهذه الهجمات لمصالح ربما لا نعلم الأهداف التي قد تصل إليها وربما أيضا تدمير أنظمة وربما عدوات سياسية وعدوات عسكرية طبعا الحكومات بالدرجة الأولى هي أول جهة بتستهدف الأمان الرقمي لبعضها الحكومات وفي كتير أمثلة يعني الحكومات ساهمت بتسميم هذا السايبر سبيس هاي المجال الإلكتروني عن طريق هجماتها لأهداف سياسية أو لأهداف استخباراتية الإنترنت لازم تكون مستقلة بعيدة عن أي كيان سياسي ويتم إدارتها قبل المستخدمين هذا الشيء سيحميها بشكل أفضل دلشاد عثمان الخبير في أمن المعلومات كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك والآن من جديد إلى سامي وإلى طائفة من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل يعني مع اتضاع الصورة نشهد هذه الخطورة لما يحصل من هذه هجمات خطورة كبيرة خاصة هذه الشبكة سواء للخواص للعامة يرتدها الكثير من الناس وبالتالي وعالم الحداثة يتصل بشكل كبير وبشكل يومي وعلى مدار الساعة وكل فرد مننا يتصل بهذه الشبكة الشبكة صحيح وهو ما يشكل تأثير كبير على الناس وعلى المؤسسات وعلى الدول حتى عبد العزيز يقول الهجوم الالكتروني الذي تسبب في توقف العديد من المواقع العالمية ومن بينها تويتر يدق ناقص الخطر حول خطورة وقدرات القراصنة بالتحكم في شبكة الانترنت ينال يرى هجوم كهذا على سيرفرات عالمية يحتاج تقنيات عالية وأشخاص محترفين وعدد كبير من السيرفرات ولا أعتقد أن يكون أفراد فقط وراء هذا الهجوم من يمتلك القدرة البالية لتنبيذ هذه الهجمات يعني وبالتالي هنا علامة استفهام هناك ربما جماعات تدبر هذا الهجوم اللونة تقول هذا الهجوم يؤكد قدرة بعض القراصنة على شل جزء كبير من شبكة الانترنت بإمكانيات بسيطة وفي الأخير محمد يقول البعض يقوم بتضخيم هذا الهجوم فمثل هذه الهجمات قد تعطل بعض المواقع لوقت قصير ولكنها لا تستطيع تعطيل شبكة الانترنت أو التأثير عليها لكن ربما يبقى التهديد موجود تبعنا مع ضيفنا ربما الأخطر العمليات المالية يمنق به بشكل يومي ربما من سحب وإداع وكشف لكل هذه الحسابات على هذه الشبكة وهنا الأخطر صحيح